كده الى حد ما مفهوم الانهيرتنس بقى واضح لسه طبعا الاجزامبلز الكتير هتوضح اكتر مفهوم الانهيرتنس دلوقتي هنعمل مثال على حاجة اسمها السوبر كيوورد مش احنا قلنا في الانهيرتنس نانا عندي كلاس البيرنت اللي اسمه السوبر كلاس يعني سوبر يعني انا اكبر كلاس الان دايما ديب اوزع كل الفانكشنه على بقية الكلاس الثانية اللي بتورس مني دلوقتي لو انا عندي فانكشن ولكن اكتر beast واولي اكون نفس الفانكشن اللي اعملناها من شوية مع البييرد وعملت لها دبليكيت يعني عملت لها كبي هي هي في الكلاس التاني الابجيكت بتاعي لما يجي يعمل كل الفانكشن دي هينداه اني واحده هينداه اللي موجوده في الكلاس بتاعه ولا اللي موجوده في السوبر كلاس تعال نشوف اللي هيحصل تاني انا اااصل ايه أنا عندي class اسمه bird جواهه function اسمها fly حلو الbeard can fly لو أنا عندي نفس الـ function دي موجودة جوا الـ barret هنا يعني عملت void و قلت له fly و راح تعامل كده و راح تعقيل له هنا println in مثلا الـ barret هو اللي كان fly مش الـ bird بالشكل ده طبعا كده أنا بقى عندي نفس الـ function اللي موجودة في الـ bird هنا بالشكل ده لو جيت هنا في الـ object بتاعي و عملت println تفتكر هنا هي println ايه هل هي println إن الـ bird هو اللي كان fly or إن الـ barret هو اللي كان fly في حين إن الـ object ده هو object من الـ class الاسمه barret فالمفروض لما يروح هنا يلاقي إن فيه function اسمها fly يعمل لها println طيب ليه من شوية لما عملنا run كان عمل println اللي جواه الـ bird طبعا عشان ما كانش فيه غير function واحدة اسمها fly جوا الـ bird عندي تعالوا نعمل run كده بالشكل ده ونشوف اللي هي حصل فعلا ده اللي حصل طبعا الـ can speak دي اللي هي الـ function اللي تانية ممكن نعمل لها دليل بالشكل ده اللي حصل فعلا إن هو عمل println الـ barret can fly يعني إيه؟ يعني راح عمل كل الـ function اللي جواه الـ barret مش اللي جواه الـ bird معين إن الـ barret بيينهرت أو بيكسند من الـ bird فمفروض هو يقدر برضو يشوف الـ function دي لما الـ object بتاعي راح يعمل كل الـ function اسمها fly أول حاجة راح للـ class بتاعه ما هو أنا object من قلاس اسمه barret فأنا أقدر أكسس على كل حاجة جوا الـ class الاسمه barret فما راح لأنه فعلا فيه function اسمها fly أهي؟ عمل لها println قال لي الـ barret can fly طب إن كيس إن أنا عايز أعمل call للـ function اللي جواه الـ bird اللي هي اللي اسمها fly أو الـ bird can fly يعني لو عايز أبرينت الـ function دي ولكن من نفس الـ object يعني هو هو نفس الـ object ده أقدر أعمل كل الـ function اسمها fly ولكن اللي موجودة في الـ bird مش اللي موجودة في الـ barret نعمل إيه؟ هنا بقى بييجي دور كلمة super keyword يعني كلمة اسمها super هقول له super dot هتلاقي الـ function اسمها fly تلعتلي أهي إيه بقى اللي بيحصل هنا؟ اللي بيحصل هنا إن أنا بقول له روح أعمل call للـ function دي اللي موجودة في الـ super class يعني اعمل call الـ function اللي اسمها fly اللي موجودة في الـ super حتى لما تدوس على زرار الـ command أو الـ control وتروح تكليك على الـ function دي هتلاقي قالك إيه؟ قالك الـ function دي بص جاية منين؟ من source bird dot dart ويعمل عليها click كده هيوديك على الـ bird class بتاعك اللي هو الـ parent class أو الـ base class بتاعك أو بنقول عليه بقى هنا الـ super class نقدر نعمل comment هنا كده بنقول له ان ده اسمه super class ده الـ super ده الـ class اللي كله بيينهرت منه إنما الـ parent ده مش super الـ parent ده child child class أو كمان بنقول عليه sub class أو derivative class به الشكل ده طيب إنما الـ super بنقول عليه super وبنقول عليه parent class وكما بنقول عليه base class فده الـ class اللي كله بيورس منه طيب لو جينا هنا في الـ bird بتاعي تاني عملنا variable سميناه مثلاً animal name بالشكل ده وقلت له انت بتـ equal مثلاً ولي يكون bird بالشكل ده طيب لو عملت variable تاني وسميته animal age مثلاً وقلت له مثلاً ده integer فيكون ثلاث سنين مثلاً بالشكل ده طيب دي كده variables موجودة فين؟ في الـ bird class اللي هو مين اللي هو الـ super لو جيت هنا في الـ bird قلت له هاتلي السوبر بس ممكن تعمل ليها بقى call goal function سيء مثلاً ان انا هعمل function هنا هسميها مثلاً change مثلاً أو مثلاً نسميها parrot name مثلاً وروح عامل call للـ super وقل له . هاتلي بقى animal name خليه بدل ما كان اسمه weird خليه طبعاً اسمه parrot خد بالك بقى هنا انا عملت ايه؟ انا هنا عملت call للـ animal name اللي جوه الـ super يعني لو دخلت عليه هنا هيجيب لي الـ variable اللي جوه الـ super اللي اسمه bird طيب انا جوه الـ bird عملت هنا حاجة اسمها reassign يعني ايه reassign؟ يعني عملت edit على الـ variable بـ value جديدة بدل ما كان اسمه bird خليته اسمه bird فلو جينا هنا في الميم بتاعنا والـ object بتاعنا ده قلت له ان الـ parrot قلت له . هاتلي الـ function اللي اسمها parrot name دي هي print كلمة parrot طبعاً هاو ما عملش ليها print اللي احنا ما قلنا لهش يعمل print ليه اصلاً فهقول له يعمل print للـ animal name بالشكل ده فهي print parrot مش هي print bird ونعمل run من تاني هنلاقي فعلاً عمل print ليه كلمة parrot يبقى هو كده دخل على الـ function دي راح جاب الـ variable من السوبر شال الـ value لجوه القديمة اللي هي كانت كلمة bird اللي هي اسمها bird شالها وحط بدلها كلمة parrot لكن لو كنا ما عملش الحركة دي واسمناها زي ما هي كده وقلت له اعمل print ليه الكلام ده super dot animal name هي print طبعاً ايه كلمة bird مش هي print bird وفعلاً ده اللي حصل عمل print لكلمة bird لانه راح لقى ان super dot animal name بييقوال ايه variable اسمه bird فكده هو نده على variable من جوه يبقى تاني كده احنا فهمنا فكرة الـ super السوبر هي كيوورد لما بستخدمها معناها راح اعمل call للحاجة دي من السوبر كلاس اللي هو الكلاس الكبير او الـ parent class اللي بقيت الكلاس بتنهرت منه